كلنا فيه انتظار فتح الباب والتسجيل وإمتى كلنا نقدر ناخد اللقاح ونخلص من الكابوس اللي كلنا بنعيشه لكن زي ما احنا عارفين ان البداية هتكون عند كبار سن وأصحاب الأمراض المزمنة باب التسجيل اتفتح وبالفعل ناس كتير جدا سجلت يمكن يعني وزارة صحة قالت انه من 40 ألف مواطن سجلوا والموضوع تزايد لغاية 68 ألف مواطن عدد كبير لكن التسجيل مستمر وزارة صحة كمان قالت انه على رغم من الضغط على الموقع لكن الحمد لله لغاية دلوقتي يشغال بشكل كويس طيب يعني وصلنا لـ 68 ألف مواطن والتطعيم خلال 72 ساعة خلاص هيبقى فيه تطعيم وكويس ان احنا بنسجل وكويس ان فيه ناس بتسجل وأكيد يعني اللي اول ما هيفتح التطعيم اللي مش هيلحق أو يعني التطعيمات خلصت يلحق بعديها بكام يوم احنا مستمرين وتطعيمات كتيرة وجرعات كتيرة جاي خلال الفترة اللي جاية فدي حاجة كويسة ان هي الحكاية ابتدت يعني طيب فيه ناس تجلت على الموقع خلال الفترة للتجربية يعني عارفين احنا بقلنا شوية كده عملين نقول ان فيه موقع زارة صحة عملته عشان التسجيل وناس دخلت اثناء الفترة التجربية سجلت الناس بقى بتسأل طب انا سجلت في الوقت التجريبي ادخل سجل تاني ولا لا وزارة صحة قالت لا لو حضرتك سجلت في الوقت التجريبي ده مش معناه ان انت محتاج تسجل تاني لكن انت بالفعل كده مسجل والمفروض انك انت بتلاقي رسالة او بتوصلك الرسالة بالمعاد لان التطعيم هيكون في خلال 72 ساعة هتاخد اللقاح مكان هتاخد اللقاح فين والساعة كام واي مستشفى اي مركز هيكون قريب منك يعني التفاصيل تي المفروض انها بتوصلك في رسالة خلال 72 ساعة فما تقلقوش اللي سجل وفاكر انه المفروض انه يدخل يسجل تاني دلوقتي لا انت كده بياناتك خلاص تمام مسجل واعتقد ان مثلا في القاهرة في اكتر من مركز بيخيارك يقولك في شبرة في القاهرة الجديدة في النزهة وحرك بتختار يعني فان شاء الله خلال الفترة اللي جاي وخلال الكاميم اللي جاي انا بس تأذنكم يعني الاسر اللي فيها كبار السن طبعا في ابقنا واجدادنا واحبا انا مش هيعرفوا يدخلوا على الانترنت ويسجلوا من فضلك ادخل على الموقع رسمي لوزارة الصحة ادخل على لينك التسجيل اهو ده الموقع مكتوب ممكن تكتبه او ممكن تصوره به الموبايل دلوقتي هتدخل عليه تروح كاتب تروح مسجل لبابا او ماما او جده او تيتا نساعد بعض كده ونسجل يعني كبار السن اصحاب الامراض المزمنة ويا رب ان شاء الله خير وهيبقى فيه طبعا بالاولوية يعني ما ما تقولش ده انا دوري ما جايش عشان فيه واحد سجل قبل مني هي مش تبقى كده اه بس بالدور يعني اللي مش عارف يسجل من خلال الموقع او عنده مشكلة او معندهش حد يسجله فيه رقم تليفون نقدر ن osteل ومن خلاله نسجل واحد خمسة تلاتة تلاتة خمسة هاي رقم التليفون تاني واحد خمسة تلاتة تلاتة خمسة الرقم ده عشان اللي مش قادر يسجل في الموقع يقدر من خلال رقم التليفون ده يسجل ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت ممكن كل اباقنا وكل كبار ستنه كل أصحاب الامراض المزمنة يكونوا اخذوا اللقاح وبعدها يجي الدور على باقي الشعب اللي منتظر دوره